مساء الجمال ماتش الليفربول وتشيلسي انا طالع دلوقتي ما بين الشوطين الشوط الاولاني خلص صفر صفر ماتش تاكتك وماتش تقيل وماتش يخليك تتطمن على مستوى الليفربول لان الليفربول بلعب بره ارضه في ملعب تشيلسي والليفربول هو المتحكم في الماتش لو فرقة هتسجل اه ممكن تشيلسي حجبه مرتدا فراده ولا حاجة لكن الليفربول هو تحس ان الفريق الاقوى الفريق المستحوز الفريق المتحكم في الماتش اه برغم ان الليفربول فيه لعيبة اه زي كيتا وزي فلاندوم وفرمينيو بعيد عن مستوى انا بس عايز سريعا كده هتكلم على للأسف عسام الشوال الراجل العربي التونسي الشعب التونسي الجميل اه مالوش دعوة اي شعبي بقى فيها اه ما فيه واحد مش كويس واحد مش تمام نفسيته مش تمام كلنا مش زي بعض يعني اكننا في مصر برضو في العنصري في الوحش في الحلو في كل حتة في الحلو في الوحش يعني فدي ملهاش دعوة بكلام اللي هقوله دلوقتي ملهاش دعوة بالشعب التونسي الجميل يعني ولكن عسام الشوال انت بزيع المباراة يعني العرب الوحيد اللي في الاتين وعشر اللعب هو محمد صلاح محمد صلاح المحبوب من ناس خلالها وكده يعني ما تتحيس الليفربول بلاش تشجع الليفربول ماشي فيش مشكلة ولكن ما تبقاش ضد الليفربول بطريقة يعني مستفزة طالع النهاردة عسام الشوال يلا يلا الهجمة بتبقى على الليفربول باصي الكرة معتش لسي بقى باصي اللي جنبك العبها اللي تيمو خش يا كنتي يلا كنتي ايه ده ايه ده ايه ده انت معلق هنا ولا قلبك سود او ايه تقرأ الليفربول كده ليه عايز الليفربول لان الهجمة التانية عند محمد صلاح او مانيه او ايه وبيمشي محمد صلاح ويخدش الجوه ويرقص واحد بيعلق عادي على المطش لكن فيه هجمتين النهاردة في الشوط الأولاني مرتديتين خاطرين جدا على الليفربول بينسى نفسه هو كمعلق يلا باصي بقى للي جنبك ويخدرح مباصيها للي جنبه لو عملها بقى الناحية التانية جون يلا اعملها الناحية التانية يلا ده نايسول يا رب جون ده حتى فيه هجمة كده على ايه الجون الاول الجون الاول يجي ايه يا عم في ايه ما عملش كده مع الليفربول مستفز جدا في اخر المطش فيه كورة من ايه قطع لجوه والراجل اه مسكوا ضربة جزاء وكرت يا قصدي سوري كرت احمر كرت احمر فجئة الحكب اديها اصفر فانا قلت والله قلت ايه ده ده ظلم ده قالك ايه اصل الحارس هياخدها حارس ايه يا حبيبي ده الحارس ده اللي هو الانفراد يقولك ترامى اللاعب رايح للمرمى رايح للمرمى ايه يعني يقصد ان فيه الحارس وما فيش مدافع الحارس مش مدافع الحارس اسمه المرمى جوه المرمى فالقانون بيقولك طالما اللاعب رايح وما فيش مدافع ده اخر مدافع اللي مسكه يبقى كرت احمر فانا عدت كده في سواني قلت ده كرت احمر ليه اصفر انا قلت كده فلاقيت هندرسون بيكلم الحكب فالحكب بيقوله ايه الفرب يكلمني استنى استنى هندرسون الفرب يكلمني هندرسون اللاعب ليه فربول عايز ياخد حقه بيقوله ده كرت احمر عصامي شاولي بقى مسك ايه لا هي اصفر انا متوقع انها اصفر لان الحارس قريب مكورة ملاش ضعب الحارس يا ابني الحارس ده في المرمى اخر مدافع عمل عقاب او عمل ضرب اخر مدافع مفيش ورا مدافع تاني يبقى احمر الحارس مش مدافع الحارس ده مرمى وقف المرمى ده قانون كده فقالك هطلع اشوف الايه الفور الحكم فيروع عصامي شاولي ليه لا هي اصفر هي اصفر حتى لو رح شاول الفور هي اصفر يا اخي طب انت متحيز لتشيلسي عايز لفرفول يتغلب خليها جواك ما اطلعهاش كده الاقي برضو الحكم غير 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 من اصفر لأحمر انا والحكم كنا صح هو بيقول بقى عصامي شاولي انا والحكم كنا صح انها انذار اصفر لكن بتوع الفور قالوله لا طلعه احمر انا مش يعني يعني انا معلق مثلا وعايز صلاح يتغلب في مطشن خليها جواي يعني وانا مسك الميكروفون كده وكورة مع صلاح يعني ما تبينهاش يعني ما بينك وبين نفسك قول يا رب ما يجيبوش كورة كده انما اعلني كده تشيلسي معك كورة يلا بصيح للتاني اللي حبها بقى للتاني هاي انت عارف المشجعين مش هعملوا كده يعني انا استفزيني قوي عن معصامي شاولي ده ربنا يا هديك يا ابني الشعب التونسي جميل وروحهم جميلة وكلهم بيحبوا مصر وانا معرفش انت عدواني ولا مش عارف انا مش عارف بس انا بقى حاجة لكو الخمسة واربعين دي اللي انا بتفرج عليها كان مستفزين جدا فقلت اطلعك اعملوا لاك للفيديو واشتركوا اتنوا بقى تحليلي انا عشان تحليل المطش بعد المطش ان شاء الله داي اللي حلل فيها المطش مش هجيب سرته يعني هتكلم بقى عن الفانيات الكورة عشان مش هيبقى عندي وقت فانا اطلعت اعملات الوقت ده عشان اوريكوا ان هو مستفز جدا شكرا